اشتركوا في القناة اولئي هم الجنرالات الخمسة المغضوب عليهم والذين يقبعون في السجن الآن بأمر من قاضي التحقيق الأسكري في ولاية البوليدة بعد نقيل من مناصبهم الأسكرية خلال الأسبوع الأخيرة وجردوا من جوازات سفرهم ثم وضعوا في إقامة جبرية هذه خطوة ثمينة بل جريئة هل تريدون حربا على كل ما يصدر عن قصر المرادية في العاصمة تساءل أحد الإعلاميين في حين رأى مراقبون آخرون أن مسلسل قناطير الكوكايين لم تنتهي حلقاته بعد فالحبل على الجرار البداية كانت بالمدعو كمال البوشي ثم كوادر في مؤسسات وطنية مرموقة ثم قضاة ومسؤولين بارزين ووصول إلى قادة وضباط أسكريين وها هو القضاء الأسكري وفي فصل جديد يطرق أبواب جنرالات وأي جنرالات كانت لهم اليد الطول في العشرية الدموية وتزكيتهم لعهدات الرئيس بوتفليقة مقابل بقائهم في مواقعهم بمختلف النواحي الأسكرية وفي وزارة الدفاع أيضا تاقي بلادنا كل شرور والمظار أمني واجتماعي وقصدي وتحمي أرضها وشعبها من أي مصدر من مصادر تهديد المختلفين الأوشة والمتعدد الأبعاد إذن هذه توابع الحرب المؤلنة عن الفساد والمفسدين وضمنهم هؤلاء الجنرالات لأن التهم إجمالا تعدور حول الثراء غير المشروع والتورط في صفقات مشبوهة واستعمال النفوذ على أكثر من نطاق وهذا دليل في وضح النهار يفضح من كان يدافع عن المؤسسة العسكرية دفاعا مستميتا طيلة سنوات وسنوات بأنها بريئة ومنزهة هل هي ضرورات تبيح محظورات؟ ما الذي تغير يا ترى؟ من دك أبراج هذه الثكنات في مختلف النواحي؟ بل من أخرج هؤلاء من قلائهم المحصنة؟ أي مفارقة عجيبة؟ بالأمس كانوا خارج السلم الإداري والأسكري واليوم خلف القضبان محامون وحقوقيون أكدوا أن ما جرى يثبت أن المؤسسة ليست سليلة جيش التحرير كما يشاع بل مستغلة من قبل ما وصف بالعصابة للاستلاء على الحكم وفي هذا الصدد فإن القيادة العليا الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ويدللون على الانقلابات المتكررة بداية بالإطاحة بحكومة بن يوسف بن خدة وتعيين أحمد بن بلة ثم إطاحته بالسجنه ثم تنصيبه واري بومدين وبعده الشادلي بن جديد ثم إدخال البلاد في حرب أهلية بعد مصادرة اختيار الشعب نهاية بترشيح كفة عبدالعزيز بوتفليقة في آخر التسعينات جميل جدا أن تكون لدى السلطات العليانية بل إرادة لمحاربة الفساد أينما كان أضاف أحد المعلقين لكن حريا بها أن توكل هذه المهمة لمؤسسات دستورية تقوم على الشرعية وتنتصر للشفافية والثقة والمصدقية وهذا ما يناقض العملية إجمالا فالقضاء غير مستقل بل من يريد محاربة الفساد عليه أن يكون نظيفا خلال العشرية الحمراء كان السؤال المحوري من يقتل من؟ ثم المرور إلى من يحاسب من؟ وهنا نحن نصل لمن يحاكم من؟ هذا هو جواب أحد القضاء السابقين معللا بأن عملية سجن الجنرالة الخمسة ليست بسبب محاربة الفساد فقط بل هي أعمق بكثير إنها حرب عصب في هرم السلطة جراء الاختلاف حول المكاسب والنفوذ والمصالح أما تهمة الثراء غير المشروع فهذه ليست جديدة في قاموس الجزائريين منذ سنوات وسنوات وطن خير من الحياة وضحي بحياتي وبذلك حالك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر